هذا كان عن المعاد أما عن الصخور الاقتصادية في الوطن العربي فلقد خلق الله الصخور بألوان متعددة وكل لون بها يدل على معد معين نستخدمه في حياتنا وأما أهمها فيتمثل فيما يلي الفوسفات وله أهمية كبيرة لماذا؟ لأنه يدخل في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود وصناعات الطوب الحراري ويبلغ إنتاج الوطن العربي نحو 33% من الإنتاج العالمي للفوسفات ويمتلك 40% من الإحتياط العالمي وأهم الدول المنتجة له المغرب تونس الأردن سوريا مصر رقم واحد يتقارب إنتاج الفوسفات في كل من مصر وسوريا حيث يبلغ الإنتاج ثلاثة وأربعة من عشرة ملايين طن رقم اثنين يبلغ إنتاج المغرب ثمانية وعشرين وثمانية من عشرة مليون طن وإنتاج الأردن ستة وأربعة من عشرة ملايين طن رقم ثلاثة أعلى دولة إنتاجا للفوسفات دولة المغرب وإلى جانب الفوسفات أيضا يوجد خام يسمى الكبريت الذي يدخل في صناعة المواد الكيميائية ويوجد إما منفردا أو مختلطا بالغاز الطبيعي أو الحديد والدول المنتجة له هي العراق الجزائر سوريا سؤال اختر الإجابة الصحيح يدخل خام نقط في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية الفوسفات أم النحاس أم الرصاص أحسنت يدخل خام الفوسفات في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية مصادر الطاقة يمتلك الوطن العربي العديد من مصادر الطاقة وهي ذات أهمية كبرى لأنها أساس التقدم والرفاهية التي تتمتع بها الإنسانية في الوقت الحاضي ومن مصادر الطاقة التي يمتلكها الوطن العربي رقم واحد البترول ويمثل ثلاثة وخمسين وستة من عشر في المائة رقم اثنين الغاز الطبيعي ويمثل ثلاثة وأربعين وتسعة من عشر في المائة رقم ثلاثة الطاقة القهرمائية تمثل واحدا ونصفا في المائة رقم اربعة الفحم الفحم يمثل واحدا في المائة ولنبدأ بالبترول أو النفط هو أهم مصادر الطاقة فبه تدور حركة الحياة ومن أجله تدور الحروب والصراعات الانتاج حوالي سبعة وعشرين وسبعة من عشر في المائة من انتاج العالم من البترول أما الاحتياطي فيقدر بنح تسعة وخمسين وثلاثة من عشر في المائة من الاحتياطي العالمي هل تعلم أن الاحتياطي هو كمية البترول المخزونة في باطن الأرض؟ أما عن أهمية البترول فهي كما يلي رقم واحد يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل المختلفة رقم اثنين يستخرج منه مشتقات متنوعة مثل الغاز والبنزين رقم ثلاثة تدخل مشتقات البترول في العديد من الصناعات الكيماوية والألياف رقم أربعة يعتبر مصدرا رئيسيا للدخل لعديد من الدول العربية خاصة دول الخليج العربي سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ يعتبر البترول عصب الحياة في السلم والحرب أحسنت والآن تعالوا أبناء الأعزاء نتعرف على الدول المنتجة للبترول وأهم الحقول فيها من خلال الخريطة التي أمامنا ونتعرف أولا على دول الجناح الأسيوي رقم واحد السعودية أهم الحقول بها الغوار السفانية أبقيق رقم اثنين العراق وأهم الحقول بها كاركوك والزبير رقم ثلاثة الإمارات وأهم الحقول بها زكوم ومربان رقم أربع البحرين وأهم الحقول بها عوالي أما عن دول الجناح الأفريقي فمن أهم الدول رقم واحد لبيا وأهم الحقول بها آمال وسرير رقم اثنين مصر مرجان والعلمين رقم ثلاثة الجزائر وأهم الحقول بها حاس مسعود والعقرب القاسي رقم أربع السودان وأهم الحقول بها أبو جبرة ويصدر البترول العربي إلى جميع دول العالم عن طريق الناقلات العملاقة أو خطوط الأنابيب مثل خط سميد الممتد في مصر سؤال اختر الإجابة الصحيحة من حقول البترول في السعودية نقط الزبير أم الغوار أم عوالي أحسنت الغوار من حقول البترول في السعودية ترجمة نانسي قنقر